أقامت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في العاصمة فيينا فعاليات أطلقت عليها اسم يوم لجوء طويل تضمنت فقرات فنية وثقافية تهدف لدعم اللاجئين معنوياً والتذكير بمأساتهم وما تعرض له من مخاطر في طريق لجوءهم يتضمن يوم اللجوء الطويل العديد من الفعاليات أهمها معرض الفنان واي واي وورشة عمل مع راديو أورانج إضافة لمسرحية أطفال ومعرض صور ضوئية وأمسية فنية لفنانين سوريين ولقاءات تعارف بين اللاجئين ومواطنين نمساويين من أبرز الفعاليات معرض بعنوان إفلوتس لفنان صيني عده بواسطة سترات نجاة جمعها من الجزر اليونانية كان قد استخدمها لاجئون خلال رحلة الموتى في بحر إيجا وردت على شكل زهور لوتس في بركة قصر البلفدير التاريخية أكثر ما يميز المعرض أن الفنان صنع من سترات أنقذت حياة العديد من اللاجئين عملاً فنياً إفلوتس معدى من مئتي قطعة كل خمس سترات تشكل وردة لوتس وحرف إف يمثل قراءة مفتوحة للجميع للتفكر بمعناها سواء كان الحرية أم غير ذلك كان للمعرض وقع خاص لدى الزائرين لما يحمله من رمزية فلم يكن الموت خيار اللاجئين إنما كان قدراً لاحقهم بأشكال متعددة من القنص والقصف بالبراميل إلى الموت غرقاً والناجي منهم يموت غربة وحانيناً استخدم اللاجئون سترات في أصعب المواقف في بحر إيجا وكانوا قريبين جداً من الموت هذا الأمر يجعلني غاضباً وأيضاً بسبب الوضع في سوريا والحرب هناك لكن وبالمقابل فإن الوضع في الاتحاد الأوروبي ليس مريحاً للاجئين كما أقيمت فعاليات في حديقة أحد مراكز اللجوء تضمنت عرضاً مسرحياً فضلاً عن مسابقات وجوائز ومعرضاً للتصوير الضوئية خلف كل سترة نجاة شخص نجا وآخر لم يفعل جمعت هذه السترة وعرضت هنا في فينة لتكون شاهدة على مأساة شعبنا لم تنتهي بعد أمار دندش أوريانت نيوز من العاصمة النمساوية فينة